وتخلل الحفل أيضا مشاركة لفنانات أردنيات نفتخر ومعتز فيهم كانوا موجودين وكان لهم بصمة واضحة في هذه الحفلة وفعليا يعني كنا نبسوطين جدا بهذا الأداء الرائع اللي دائما بيكون مفخرة بس خاصة بها المناسبة لمسنا شعورهم الحقيقي تجاه هذه الحفلة بأصواتهم وبغناهم فنانة زين عوض الفنانة ديانا كرازون والفنانة نداء شرارة اللي منعتز ومنفتخر فيهم نشمياتنا مطرباتنا الأردنيات حبوا يشاركوا بهالفقرة أيضا ويقولون شعورهم مبارح كيف كان رح نبلش مع الفنانة زين عوض سعيدة كتير كتير طبعا بمشاركتي بليلة الحنة الخاصة بالآنسة رجوة بمناسبة حفل زفاف الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حفل مبارح كان مش عادي كان مميز جدا بوجود جلالة الملكة رانيا العبد الله أشعرتنا أنه إحنا في بيتنا يعني كلنا حسينا أنه إحنا بيت واحد أنه إحنا أهل وعزوة وهذا أحلى وأعظم شعور ممكن أن تشاركوا الأم بحفل زفاف ابنها فهي شاركتنا فرحتها وشاركتنا سعادتها وهذا من أسمى درجات المحبة والتقدير فأنا اتشرفت أني كون لي أنا دور كمطربة أردنية بهذه الحنة وطبعا ببارك لهم وإن شاء الله يا ربي السعادة والهنى والأيام الحلوة لأميرنا الغالي والآنسة رجوة إن شاء الله آمين آمين شكرا زين بنسمع كمان فنانتنا ديانا كارزون شو حكت عن مشاركتها مبارح بصد الخير حبيبتي نسرين ولكل مستمعين إذاعة هلأف أم الغالي على قلبنا يعني شعور مبارح كنت كتير مبسوطة وفخورة أني موجودة وغنيت بهذا الحفل بيوم فرحة أم الحسين بعريسنا عريس الأردن ما بقدر أوصف لك مشاعر الفرحة اللي كانت موجودة بعيون كل الأردنيات بمضارب الهاشمين وفرحتهم بزفاف ولي العهد وحنة الأنسة الرجوة وربنا يا رب يديم علينا وعلى الوطن الأفراح عطول يا رب آمين آمين شكرا ديانا كارزون بدعت بدعت كلهم بدعوا نداء شرارة كمان شو بتحب تقول عن مشاركتها مبارح يسعد مساكم معاكم نداء شرارة إن شاء الله يارب تكونوا بخير حبيبتي نسرين مبسوطة أنه أنا معاكي على راديو هلا مبارح كان يوم استثنائي ورائع جدا جدا يعني كانت الفرحة بطراحة مش سايعيتني لأنه أنا عم بغني بحنة سمو ولي العهد والأنسة الرجوة كان بالنسبة لإلي فرحة كبيرة خصوصا يعني أني أنا حسيت بسعادة كبيرة في عيون جلالة الملكة وهذا كان شيء بيعنيني كتير كتير يعني وحسيت أنه أنا جزء من هاي الليلة يعني حسيت العرس لإلي وحسيت البيت بيتي وحسيت المكان مكاني فكانت صراحة يعني ليلي يعني من أروع من أروع من أروع الليالي وحدث بحياتي ما رح أنساه وفخورة أنه أنا شاركت فيه شكرا نداء فليا هذا كان شعورنا كلنا مبارح كحضور ويعني ليلي كانت ولا أجمل ما رح أحكي أكتر من هيك إن شاء الله أكون قدرت أن أقول لكم الأجواء اللي كانت بالأمس بحف الحنة اللي أقامت جلالة الملكة رانير عبدالله للأنسة رجوة السيف